بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ومرحبا بالجميع موضوع هذه الحلقة مرض الصلع عند الكناري والحسون وفي هذه الحلقة أريد أن أعطيكم تقريبا جميع الأسباب وطرق الوقاية من هذا المرض الخبيث الذي يصيب طيور وقيدهم وخصوصا في منطقة الرأس والرقابة كما هو معروف أن أغلب الوصفات التي نقدمها للطيور تكون إما توم أو خلط فاح أو قطرات أو أدوية بيطرية أو صيدرية لكن كي أكون معكم أكثر مصداقية فهذه العلاجات تبقى سطحية فقط لا غير ولها دور ضعيف في العلاج لماذا؟ لأن هناك مشكل داخل جسم الطائر أو نقص مادة معينة يجعل المنطقة المريضة تعاني من الجفاف وبذلك يبدأ الريش بالتساقط وعند حدوث تساقط الريش نبدأ في إعطاء مثل هذه الأدوية التي ذكرت لكن المشكل الكبير والأصلي هو البحث يجب البحث عن الأسباب التي تنتج هذا المرض ويجب تشخيصه ومعرفة كيف نقوم بعلاجه أو الإبتعاد عن بعض الأخطاء التي يقوم بها المربي الفاش أو القمل يعد في المرتبة الأولى فتكا للطائر لأنه يستهدف الأوعية الدموية لذلك يجب محاربته ومعالجة الطائر بوصفة الفاش ثانيا صار طائر بالإنارة الإصطناعية وإرباكه بالتغيرات الغير منتظمة فمثلا تطفئ الطوء في الساعة السارية وغدا تطفئه في الواحدة ليلا وبعد غد تتركه طيلة الليلة هذا يجعل الطائر في ارتباك وهذه العادة تؤديه وتدخله في إنزال الريش بطريقة غير عادية ثالثا كترك الضيب ووضع البطان يعني في الموسم تجد المربي يرهق الطائر بتماني أو تسع أو عشرة أعشاش يعني عندما تضيض الأنت يأخذ البيض ويعطيه لأنت أخرى ويتركه تضيض وتعيد البيض مرات متعددة فهذه العادة سيئة رابعا عدم التشميس يعني عدم تعريض طائر للشمس خامسا الرطوبة فالرطوبة كذلك تؤثر على الطائر فبعض الأشخاص تجدهم يضعون الطيور لشهور داخل علب خشبية أو بلاستيكية أو ميكات بلاستيكية فهذا يؤثر على الطائر سادسا الاستحنام تجد بعض الأشخاص يتركون الطائر بدون استحنام لشهور وشهور فهذا كذلك يؤثر على صحة طائر فكل هذه الأعراض التي ذكرت أو الأسباب ربما تكون أسباب أخرى لا أعرفها لكن هذه تقريبا الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى صلاع الكناري والحسون فبالنسبة لي الحل والعلاج بين يديك يجب الامتناع والابتعاد عن هذه العادات وسيرجع الطائر إلى حالته الطبيعية أما بالنسبة لهذه المعلومات فقد استشرت أكثر من تسع أطباء بيطارين وأكدوا لي صحة المعلومة لهذا يجب على كل شخص تعاني طيوره من مرض الصلاع أن يأخذ بعين الاعتبار هذه الأسباب التي تؤدي إلى هذا المرض فموضوع هذا الحلقة اشتغلت عليه لمدة شهر ونصف أبحث عن المعلومات وأستشير الأطباء البيطارين كي أقدم معلومات صريحة ومعقولة والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر